وصلت وصارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 538 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 384 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 162 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبايع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 176 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 6 أطنان وفي مجالي الحجب والبايع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 40 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 367 قضية من بينها 100 و 19 قضية خبز ناقص الوزن و 127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغيش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 62 طن